كيف يحافظ على الصلاوات في المسجد؟ فهمتها؟ وفهمت من لي هجرته من 4 شهور ما تسلم عليه ما أولو على حق شر يبيع الدخان وقال لك وش علق شكونا كتبات السؤالي يفهم لي فتالي واسمه واسمه دار فتالي بصعد خافة جاروي عارفه ولا يأتي المسجد إلا قليلا سوف نقول لك اودي يا حبيبي الله يحفظك الله يجزك بخير يمكن يقول له باللي يعني ما تبيعش الدخان هو يعني يرفضني فوز عمي وقش يدير شوف الله يرحملك الوليين الله يحفظك الله يجزك بخير الجار يقول فين بيصلاح يسلم ما زال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننته أنه سيورثه وحقوق الجار فيها نوعان فيها اللولة واسمه هي يا ما زيد هي أن تمنع مفاسدك عليه يعني لا تؤذيه لا تؤذيه بقدرك لا تؤذيه بأن تمنع عنه الريح لا تؤذيه نوع الآذى نتع للسان ونتع للليد ونتع التحسس ونتع العين التجسس لا تؤذيه بشيء لا تؤذيه بالأزبال لا تؤذيه برواع الكرهة لا تؤذيه لا تتكلم فيه ما تعذيه والثاني أن تحسن إليه تسلم عليه إذا لقيته تعوده إذا مرض تنصحه إذا استنصحك تبره إذا قسم تكرمه هذا هو جارك هذا جارك انت يبيع الدخوات يبيع الدخوات لا تبقى شي تشريع ليه لأنه يبيع الدخوات وقدت لو قدمت بيعش الدخوات وفترق قطعته كان عليك أن تبقي صلتك بجارك الذي يبيع الدخوات لأن هذا ليس عذر وذريع لكي تقطع مع جارك فالجوار حقوقه أعظم ولا يمكن لبيع التبغي أن يكون ذريع لكي تهدم حقوق الجوار العظيمة التي جاء به الإسلام إلى درجة أن النبي كان يعتقد أن جبليس يقول في يوم المأيام أنه وريثك واجبك نحوه نعم أن تنصح له بالتي يحسن أرفض نيفه تمشي عنده وتشريع ليه وتقول له وتدعيله الله تبارك وتعالى ولا تقاطحه من أجل الدخوات عنده الدخوات وعنده واسو وعنده الريفي طايمة هو مراشي بعغي الدخوات وبالتي يحسنه ديلي كويس أنت على تايو جيبله ناس أخرين ما تدرج مع أنت وقول له الله يجزيك بخير أنت تبارك الله وتعمر المسجين الله تعالى إذا حرم شين حرم ثمنه أنت الآن كتبيع السموم للمسلمين أتحب أن تسمي من المسلمين كيف تهدأ وتنام قرير العين وأنت تبيع السموم للمسلمين كاي اللي الريان تحرقت وكاي اللي فلوسه ومشى وكاي اللي خرب داره وكاي ونتهي تبيع الأخور ما تقول هالو ش أنتا قولها للناس اللي يقولوا هالو قاعدها جرتا صبرا علي وتستمر لأنك حينفا تقاطع الأسر صبرا داره، مدر سوالو قطعت الجوار وقطعت الصلة التي تكون وسيل من الاستمرار في دعوته وفي نصحه فإن الجبال تتحرك من مواقعها ولا تتحرك الطبائع من من طبع عليها في البشر جبلت خاصة والدخال فيه يقولك أنا يا الله ربع غير بالدخال أنا ربع غير بالدخال وذيك عليك أن تصالحه وتذهب إليه خاصة وأن الله تعالى يرفع الأعمال السنوية في شعبان فيغفر لكل موحد إلا لمشرك ومشاحن المشاحن هو الذي قطع صلته بجاره وأخيه وحبيبه إذا أنت ما تكونش من المحظوظين والمرحومين فتشرط على شعبان فإن النبي كان يكثر الصيام فسأله كما ورد في سنة النساء عن إسامة بن زيد إني أراك تصوم في شعبان أكثر من صيامك في كل الشهر قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن ترفع أعمالي إلى الله وأنا صائم وقال عليه الصلاة في حديث الطبراني قال يطلع ربكم على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل موحد إلا لمشاحن مشرك ومشاحن ما يغفر لكش الله تعالى اصلح حالك معاه معه شهارك ولي معاه واصبر عليه إلا ربي قال وامورها لك بالصلاة واصطبر عليها ما تصبرش على جارك على الدخال هو يصلي ويعمر المسجن ماشي شي حاجة اصبر مع أخوك واخره يدير شي حاجة اصبر معه وتعاون مع أخوتك عليه هدر معهم وكذا وباللاتي وإن شاء الله سوف يسمع بس إلا بشيت عنده وقلت له اه يا جارين انت تعمر الجامعة وتذر روحك تظل تصلي وتبع الدخال عمر ما يشوف فيك بصلي وكان جيد يقول اه جارين بغيك الله يعزك الله يعلم قامك الله عرضك الله يعزك بخير اه تقول هل أبو حل تشجع عاجة تشجع طريقة كذا تمنيت جيد زورني فرواح ندير وحل كست على تاي وكذا اهو اهو ما تقدرواش الناس أنا ما تقدرواش كذا راه يضروا راه كذا ربي يفتح لك الطريقة ان شاء الله التي تجيد السبيل إلى قلبه ان شاء الله فسأل الله أن يرزقك الحكمة فمن يتي الحكمة فقد يتي يا خير كثير